الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة على كلام الشيخ محمد جزاو الله خير في هذه الفتن التي تثار في مثل هذه الأيام من الاعتصامات والمظاهرات وغيرها أولاً نحن الواجب علينا نبين الحق في هذه المسائل بالأدلة من القرآن والسنة وما عندنا مصلحة شخصية في هذا الأمر ما عندنا مصلحة والله وربنا يعلم ويشهد على هذا الكلام شاء ما واحد يقول لك مقبطين ومقروش عشان يجي يكلموا الناس والله ما قابضين ولا جنيه وربنا يعلم بالكلام ده لكن الواجب علينا كدعاة علمنا الله تعالى من كتابه ومن سنة رسوله الشيء القليل ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا من علم الكتاب والسنة من باب هذا الكلام نحن نبين للناس الحق شوفوا الحاجة مسألة ولاة الأمور دي أخوانا من المسائل الصعبة جداً على النفوس حتى في كتار من الناس الذين يزعمون أنهم من أهل التوحيد عندهم إشكال في هذه المسائل يعني بتجد ناس تلقوا على السنة ظاهراً وشكلاً وتلقوا في مسائل العقيدة والتوحيد تلقوا ذو الكويس ما عنده إشكالات ولو سألتم من التصوف بيقول لك شرك وقصائد الصوفية شرك والمولد بيقول لك بدعة كل دواب يختلف معك فيه لكن لما انتجي في الحتة بتاعة طاعة ولاة الأمور ومسائل الحكام تلقوا يقعد يتحك حك ويلف يدور دا ذاته تلقوا يتحك حك ويلف يدور ليه يا أخوانا؟ لأنه دول حاجة ما وقر الإيمان في قلبه ما هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذا اختل بس رق واحد من الأكان بداية الإيمان انت معنات عندك مشكلة تراجع إيمانك طوالي ومسالة الحاكمية محسومة بالقرآن والسنة والحمد لله بل بالإجماع إجماعات العلماء موجودة الحمد لله في الكتب ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مش الآية دي واضحة؟ في سورة النساء آية محكمة ولا دائرة شريح كثير في ذول السي ما فيهم؟ ما فيهم الآية دي أطيعوا الله يعني أطيع منه؟ الله وأطيعوا الرسول تطيع منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم ديل منه؟ الحكام وأولاة الأمور ديل هم المقصودين من الآية أولي الأمر منكم يعني الحاكم يعني الآن بلغة نحن رئيس الجمهورية والذين معه في الحكم ما بروا الرئيس نائب الرئيس نائب نائب الرئيس الوالي الوزراء رفت المعتمدين كلهم ديل يدخل في دائرة شنوه وأولي الأمر منكم لأنه ديل ولاة ولاة الأمور واجب عليك واجب تطيع ولاة الأمور بنص هذه الآية الطاعة في المعروف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في محصية الخالق عشان كده الآية جاد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم إنما قال وأولي الأمر منكم ما كرر الطاعة هنا العلماء قالوا لأن طاعة ولاة الأمور تأتي تبعا لطاعة من؟ طاعة الله ورسوله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الطاعة في المعروف إذا أمر الحاكم بمعصية لا يطاع في المعصية ولا ينزع اليد من الطاعة بسبب هذه المعصية الذي أمر بها إذا أمر الحاكم بمعصية قال أشرب خمرة مثلا على سبيل الإلزام والأمر مثلا قال أزنوا مثلا على سبيل الإلزام والأمر في الحالة ما بجزلك شنو تطيعوا ما تزني ولا تشرب خمرة ليه لأنه دمالوا حرام لكن في نفس الوقت وفي المقابل ما بجزلك تخرج عليه أو تنزع اليد من طاعته تقول لا طالما أمر بهذه المعصية إذا ما نطيعه لا دخلا في السنة السنة إنك ما تطيع في المعصية لكن ما تنزع اليد من الطاعة الطاعة لسه في رقبتك ولا تنزع الطاعة إلا لأمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد تقبله واجب عليك واجب والله تقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الأمر ثقيلا عليك وثقيلا على أحوالك وثقيلا على معيشتك لكن في النهاية دي تعليمات من؟ تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحى حديث عبادة بن الصامد وقال ما أقاموا فيكم الصلاة في الحالتين دي البس إجوز ليك تنزع اليد من الطاعة في الحالتين دي البس تنزع اليد من شنو؟ من الطاعة أما الخروج فدي بجيق لا في الحالتين دي تنزع اليد من الطاعة كفر بواح عندكم فيه من الله برهان شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهر كفر ظاهر عندكم فيه من الله برهان عندكم فيه دليل واضح ما يحتمل الشك أصلا واضح من القرآن ومن السنة إن هذا الحاكم فلان ابن فلان كفر طلع بر الإسلام وطبعا فيه أهل الباطل يجيبوا لك شبهات من أئمة الضلال سبب البلاو كلها في البلد وفي غير البلد أئمة الضلال الناس اللي بيطلعوا المنابر ويحردوا الناس على الاعتصامات وعلى المظاهرات وعلى الخراج هؤلاء هم سبب الفتنة والله هم سبب هذه الفتنة وما بيطلع معاك مولانا بتعلمين برده هل بيقول لك نعم لابد من الاعتصام ولابد من الخراج ما بتلقى طلع تلقى نائم في بيته تحت المكيف يمرقك أنت المسكين اللي إمه فيك ناس الدفار وإنت عارف براك بيزوش له براك عارف ما محتاج أنا أفصل لك في المسألة دي لكن مولانا راقد في بيته شفتوا أنت طلع معاك ما بيمرق بيقول شاك أنت ما مسكين مولانا شبعان وامور واطحة زي ما بيقولوا الشباب أنت المسكين يطلعك أهلك تاني ما يليمه فيك ذاته ولا يعرفوك مشيت وين فيخوانا خليكم ناس عقلين خليكم ناس عقلين اتباع السنة دا العقل ذاته ودا الفهم ذاته فالحالة الأولى تروا كفرا بواحا قبلوا أحدنا الأخوان زكر لي شبها بيجيبها أئمة الضلال يقول لك هذه الحكومة تتعاون مع الشيعة وتتعاون مع الكفرة وهذه من الموالاء إذن هذا كفر إذن يجوز الخروج عليها لا ما طوالي كذا ولو اتعاونت الحكومة مع الكفرة ولو اتعاونت مع اليهود والنصارى ما بتكفروا طوالي بيجيبوا آيفا منا غلط سورة الممتحنة أو الممتحنة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق قالوا ربنا قال لا تتخذوهم أولياء وهناك في سورة المائدة قال فمن يتولوا منكم فإنه منهم إذن معناتهم شنو؟ كفر لا ما كفر الشيخ الفوزان عليه حفظه الله تعالى قال الموالاته التي تؤدي بصاحبها إلى الكفر هي محبة دين الكفار محبة شنو؟ دين الكفار أما الموالاة بتاعت الأمور الدنيوية مصالح سياسية مصالح مالية وهما بيحبوا الدين بتاعهم بتاع الكفر ده ما بيخليهم يكفروا بهذه الآية انتبهوا الأية دي عندها سبب نزول نزلت وين؟ مولانا ذاته تلقى ما بيعرف الدار يطلع الناس دي لهم دعاة الفتنة دي لهم دعاة الفتنة الدارين يطلعوا الناس واحتصامات وما تمشي الشغل يورطك ما تمشي الشغل المرة تقوم عليك بالكمشة ما جبت الدكوة وما جبت الصلطة ومولانا تلاجت مليانة أمور واضحة مسكين انت هرفت ألا يدي عندها سبب نزول في الصحيحين البخاري ومسلم حاطب ابن أبي بلتع صحابي جليل من الذين شهدوا بدرا في مفتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم جهز الأوضاع ماشي يفتح مكة ودعا الله تبارك وتعالى أن يعمي أبصار المشركين عن هذا الأمر نبي صلى الله عليه وسلم عمل شنوق يعني شغل كذا سري ما داير المشركين يصمعوا بالموضوع ده قام حاطب ابن أبي بلتع عنده أهل في مكة أولاده أهل في مكة وهو أصلا ما من مكة إنما كان حليفا لعثمان هو ما من أهل مكة أصلا فقال داير له أصلا شأن يحمي بها أولاده أهله قام كتب لهم جواب من حاطب ابن أبي بلتع إلى المشركين في مكة أو إلى أهل مكة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم آت لفتح مكة أو كما قال يعني في النهاية داير شنو؟ يوري المشركين إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكة ورسل الجواب مع مرة المرة شالت الجواب ومرقت ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إنه فيه امرأة كذا وكذا معها خطاب من حاطب ابن أبي بلتع شغل ربنا يعلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم طوالي رسل علي بن أبي طالب معاه المغداد مجموعة من الصحابة ركبوا طوالي الحصين حصلوا المراوين في الشارع قالوا لا طلع الخطاب قالت ما معي خطاب قالوا والله لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال النبي بكذب تقولي ما عندك جواب الرسول قال الجواب عندك لتخرجن 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 الخطاب أو لننزي عنا ثيابك يا طلع الخطاب ولا من فردك ملابسك دي نطلع الخطاب منك لما شافت الموضوع جد والنزل جاد دين طوالي شنو طلعت الخطاب كانت خطاو في الضفائر بتاعتها طلعت الخطاب ودته لهم شار الخطاب جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا حاطب ما هذا حاطب بنبي بلتع قاعد ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني لاحظ ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا كفرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما لي عندهم يعني أهل وأولاد فأردت أن أتخذ عندهم يدها ده الموضوع إذن حاطب لما رسل الجواب رسلوا لهم لأنه هو دار يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحب دين المشركين ولا لأنه عنده مصلحة دنيوية معينة عنده مصلحة دنيوية معينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تفهم إنه موالاة الحكومة للكفار ولا الشيعة ولا غيرهم دي ما بتكفرهم طوالي إلا بعد التفصيل في واحد من الناس زيل مسع قاعد مع الناس زيل وقال لهم أنتوا ليه بتعاونوا الناس زيل هل بيتحبون في دينه ولا مصالح دنيوية ساي ما فيه لكن هذه كلها شبهات كل هذه شبهات يقول لك عبد الله بن الزبير خرج على الحاكم خروجه حرام أبي جوز حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تهرج ولو خرج ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فخروجه غير صحيح لأنه مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر لما مر به مر به ابن الزبير وقد قتله الحجاج وصلمه قال لقد كنت أنهاك عن هذا لقد كنت أنهاك عن هذا لابن عمر رضي الله تعالى عنه خروج ابن الزبير ما حجة شطط لعبه وعلى الحاكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة كذلك خروج ابن الأشعث برضو ما حجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة دي الحالة الأولى كفرا مواحا الحالة التانية يمنع الصلاة حصل منعك الصلاة حصل وقف ليك عساكر في أبواب المساجد قال لك تاني صلاة مغرب ما في أرجع بيتكم حصل عمل عملية زيدي الحاكم بتاعنا عمل كلام زي ده ما أهملي يا أخي لو عمل ومنع الصلاة في الحالة دي يجوز الخروج ويجوز نزع اليد من الطاعة بعد أن يكفر أو يمنع الصلاة ثم يتوفر شرط آخر وهو القدرة المقدرة بعد ما يكفر لكن دار تطنع تشيله واشا الله بسطونة واشا الله سكين واشا الله كمشة واشا الله حجر دال دارين يمرقوا يقلعوا الحاكم حكومة كاملة دال يقلعوا ها والله يرسل على ناس المدرعات بس بينتهي من الشغلة دي كلها ولا ما بينتهي انت قال الشغلة بتغلبه لو كفر لو كفر لابد من توفر قدرة قدرة تمكن هؤلاء الناس من إزالته والإتيان بآخر بعد ما يكفر لكن غير الاثنين ديل غير الحالات الزكارنادي كل باقي الحالات ما بيجوز الخروج على الحاكم زاد سعنى الدواء ما بيجوز ما بيجوز زاد المواصلات ما بيجوز الخروج زاد الموية ما بيجوز الخروج قطع الموية مرة واحدة مش زادة قطع عديل موية ما في ما بيجوز الخروج أي ذول يقول لك بيجوز تعرف إنه دا داعية فتنة دا دول بتاع فتنة ما بيجوز ياخ النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض اسألوا الله الذي لكم وعدوا الذي عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطع تكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحدين يقول لك لكن لا نرضى الظلم وربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسقهم النهر هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر الظلم أبدا والله دا ما ظلم يا ناس ولا حجارة ولا سكوت عن الظلم أو عن الحق زي ما بيقولوا الناس يقول لكوها السكوتة الساكت عن الحق شيطان أغرص الشريعة أخوانا أدتك ضوابط معينة دار تتكلم ودار تعبر عن رأيك ودار تعترض على مسألة معينة ما ممنوع على الكلام دي تقال ممنوع في الشريعة لكن عندها ضوابط ضوابط معينة الضوابط النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لنا في حديث الإمام أحمد والحديث صحيح وإن رغبة أنوف في ناس دارين يضعفوا نعتقد عندهم دقون دار يضعفوا الرواية دي أنا ما عارف يستبيدوا شنو من تضعيف هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبدها له علانية ولكن ليأخذ بيده وليكلمه فيما بينه وبينه فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه أمشي له قل لك ما أدخلوني يا مولانا خلاص ما أدخلوك أرجع لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه أكتب له جواب اتلموا ناس الحلة بإسم الحلة يرسلوا بتعلجنا الشعبية يرسلوا ذول كبير في الحلة ذول عنده مكانة يرسلوا يكتبوا له جواب يتصلوا بالتلفون يمشوا يتلموا مجموعة من العقلاء من الناس العقلة يمشوا يقعدوا معاهم يتفاهموا معاهم في الموضودة ما في إشكال يا أخوانا ما في إشكال ساكد أهل الكوفة أهل الكوفة حديث جابر ابن سمرة اشتكوا لعمر ابن الخطاب سعد ابن أبي وقاس رضي الله تعالى عنه وشكية كان الشكية بتاع الظلم ما في محلة لكن في النهاية اشتكوا سعد وكان أميرا على الكوفة اشتكوا لعمر ابن الخطاب عمر عزل سعد وعيما كانوا عمار رضي الله تعالى عنهم جميعا وارسل رجالا يسألون عن حال سعد في الكوفة يبقى يا أخوانا الموضوه دا ما ممنوع كونه تعبر عن رأيك وكذا كله دا ما ممنوع لكن بالضوابط الشرعية أما الفوضى ايوة هنا أخونا جزاو الله خير جايبا لا الجريدة بتاعت الانتباه بتاعت الليلة مش كده ولا أمتين آي قال الحكومة تتراجع عن قرار رفع الدعم عن الأدوية المزمنة والرئاسة تطيه بالأمينة العام لمجلس الأدوية ونفي إقالة منو واحد كده آه الحمد لله أهو قال لك خلاص الغرار خلينا تاني في شنو يا ناس شان الناس تماتي السعجل والله إذا لو صبرت الأمور بتجي قال لك الغرار خلينا والوزير ذاته أقالو شانو تاني في شنو فأخواننا الناس تلتزم بالضوابط الشرعية ويسأل الله عز وجل أنه يرزقكم الأرزاق في النهاية بيذي الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم السلام عليكم